السلام عليكم عائلة مكونة من أربعة أفراد الزوجين والابن والابنة تعرضوا لحادث مرور أليم أسفر عن وفاة الزوج في عين المكان فيما أصيبت الزوجة والابنة وتم نقلهم إلى المستشفى بالقيروان أين وقع الحادث الأليم وتم تحويلهم إلى العناية المركزة لكن حالتهم كانت حرجة للغاية فبعد عدة أيام توفيت الإبنة التي تدعى يسر لتلتحق بوالدها وحسب المعلومات فإن الإبنة يسر كانت تستعد هذه السنة لاجتياز امتحانات البكالوريا نعم إنها مشئة الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا رحم الله الوالد وابنته وندعو الله أن يشفي الزوجة في أقرب الأجل